بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم مساء الخير السلام على كل متابعي صفحات الشهاب ومختلف منصاته الرسمية في هذا اليوم الأغر في يوم أول نظمبر 2022 تذكر اليوم الخالد والمجيد يوم أول نظمبر 1954 الذي من خلاله أعلن الشعب ونخبته رغبتهم في الاستقلال والتحرر من ربق العبودية والاستعمار التي طال ليلها إذن في هذا اليوم الأغر مركز الشهاب وجمعية العلماء المسلمين برمجت برنامجا طويلا عريضا لنتذكر هذا اليوم المجيد ولنذكر به كل المتابعين رغم أننا هنا في مركز الشهاب نعيش نظمبر كل يوم وجهد مركز الشهاب وجمعية العلماء في جزء كبير يستمده من هذا التراث الرائع والخالد إذن كنت هناك الكثير من الأنشطة في هذا اليوم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وجزء من هذه الأنشطة أن نصطديث اليوم مرة أخرى الأستاذ المحاضر دكتور نبيل شريخي أستاذ في علوم التاريخ بجامعة قسنطينة وسابقا بالمدرسة العلية في العلمة قريبا من هنا نشكرك أستاذ نبيل على قبول دعوتنا مرة أخرى هنا في مركز الشهاب شكرا دكتور يوسف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم بدوري أكون شاكرا لمركز الشهاب ولجمعية العلماء المسلمين بمدينة سطيف أن أكون معهم اليوم للمشاركة في هذه الاحتفالات المخلدة لالذكرى الثامنة والستين لاندلاع طورة نوفمبر 54 المباركة والتي كما ذكر الدكتور يوسف سطر فيها مركز الشهاب مثلما تابعنا على صفحاته عديد الأنشطة والتي دائما مركز الشهاب يكون حاضرا وأنا بدوري أشكر جميع المنتمين إلى هذا المركز الباهي والنشط على مستوى مدينة سطيف وعلى مستوى جميع الأنشطة التي يسطر في كل مرة إذن دكتور نبيل اخترنا عنوان لهذه المداخلة في هذا اليوم الأغر عنوانا مميزا بيان أول نوفمبر وهو موضوع هذا النقاش من صوت العرب وهنا نتكلم عن إذاعة صوت العرب وكل جزائرين يعرفونها إلى تحقيق أمل الشعوب وقافات ومقاربات ولا أفضل لبداية هذا اللقاء وأن نبدأ إلى حيث خلص هذا البيان حيث يقول الموقعون على هذا البيان باسم كل شعب الجزائري في نهايته أيها الجزائري إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة وواجبك أن تنضم لإنقاذ بلدنا والعمل على أن نسترجع له حريته إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك وانتصارها هو انتصارك إننا أما نحن العازمون على موصلة كفاح الواثقون من مشاعرك المناهضة الإمبريالية إننا نقدم للوطني أنفس ما نملك وقد صدقوا فيما أعلنوه وأخبروه أستاذ نبيل ونحن نناقش في هذه الذكرى المميزة بيان أول نوفمبر أود وأنت الأستاذ الجامعي أن تخبرنا وترشدنا ما قيمت مثل هذه البيانات في مثل هذه الحركات المغيرة واحدة من أهم طورات هذا العصر طورة التحريرية ما قيمة بيان ما يسمى الآن بالبيان الأول أو البيان السفر في مثل هذه الحركات الثورية في الحقيقة فعلا البيان الذي هو وثيقة لإعلام بشيء مهم وفارق في محطات تمر بها خاصة في الأحداث السياسية فإن بيان مثل بيان أول نوفمبر أو ما سميته بالبيان الأول هو عبارة عن تعريف وكذلك إبلاغ للرأي العام وبشيء يتعلق بحدث هام هذا الحدث الهام يأخذ طابعا رسميا يأخذ طابعا رسميا ما يجعل قيمة مهمة جدا للبيان الأول في التعريف بهذا الحدث الذي الجماعة التي تقوم به بصدد القيام به في مرحلة لاحقة وهذا ما يؤكد على قيمة البيان أو فرقلماتيون من أجل أكسيون دي فارقوناتر أو روكوناتر فارين ديكلاراسيون في بليك معنى ذلك أن هذا البيان عندما يلقى إلى الرأي العام فهو ينقل لهم شيئا هاما وفاصلا ونقلة إلى مرحلة أخرى وهذا ما يبين قيمة البيان الأول في أي حدث سواء كان سياسي أو غيره إذن هذا البيان كان مهم جدا وهذا ما نقره إلى يومنا هذا ولذلك هو بوضوع حديثنا ونقاشنا هذه الأمسية حتى يفهم ربما خاصة الشباب ممن يتابعوننا محتوى هذا البيان الذي سننقشه فيما يلي هل لا ذكرتمونا أستاذ نبيل بسياق الأحداث التاريخية التي حدثت لأن لها ارتباط بمحتوى البيان في أي بيئة سياسية داخلية وخارجية صدر هذا بيان بيان أول نظمبر 1954 فعلا قبل أن نأتي إلى هذا البيان يحصل بنا أن نأتي إلى السياق العام الذي خرج فيها أو سيغ فيه هذا البيان بالنسبة إلى البيان بيان أول نظمبر 1954 قراءته يجب أن تكون في تلك التحولات أو تلك الأحداث التي كانت تعيشها الجزائر عقب مجازر الثامن مايه 1945 تلك المجازر التي كانت حادثا فاصلا وتحولا هاما في مسار الحركة الوطنية الجزائرية وخاصة الاتجاه الاستقلالي لأن الاتجاه الاستقلالي خاصة بعد إصدار فرنسا لمرسوم مارس 1946 والذي سمح بعودة النشاط السياسي الذي كان ممنوعا طيلة الحرب العالمية الثانية هذا المرسوم هو الذي سيسمح لفرحات عباس الذي كان قد سجن بعد أو صبيحة الثامن مايه 45 من مكتب الوالي العام في الجزائر العاصمة رفقة الدكتور سعدان هذا المنع الذي طال حركة أحباب البيان والحرية والتي كانت أهم حركة جمعة مختلف أطياف الحركة الوطنية أثناء الحرب العالمية الثانية بعد سياغة بيان في بري 43 الشهر كذلك ذلك المنع الذي طال الاتجاه الاستقلالي عندما منع حزب الشعب الجزائري بمرسوم سبتمبر 1939 من النشاط كذلك ذلك المنع الذي طال جمعية العلماء المسلمين وفرض الإقامة الجبرية على الشيخ البشير الإبراهيمي عشية الحرب العالمية الثانية تعطيل لجمعية العلماء المسلمين لمختلف صحفها وجرائدها معنى ذلك أن مرسوم 1946 هو الذي سيسمح بعودة النشاط السياسي طرح سؤال كبير أمام مختلف تيارات الحركة الوطنية هل ستتعامل مجددا مع ذلك المحتل الفرنسي الذي أبان على همجية وعلى دموية في 8 مائل 45 في سطيف وقالما وخراطة وغيرها من مدن الجزائر أم أنه يجب أن نجرب مرة أخرى هذا العمل السياسي طبعا فرحات عباس الذي خرج مصدوما من سجنه بعد إصدار مرسوم 1946 سيقرر معاودة النشاط السياسي وينشئ ما يسمى بالاتحاد الديمقراطي البيان الجزائري أو ليدما نفس الشيء بالنسبة إلى جمعية العلماء المسلمين التي ستعقد مؤتبرا وطنيا لها آخر وتطالب بالعديد من المطالب التي قد حصلت خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية عندما نأتي إلى الاتجاه الاستقلالي كان موضوع قد أثار الكثير من الخلاف وهو حول استراتيجية عمل الحزب تلك الاستراتيجية التي نستطيع القول أنها حسمت مؤقتا في مؤتمر 1947 والذي أدى إلى تأسيس ما يسمى بالمنظمة الخاصة لوس وكذلك تأكيد تأسيس حزب والاتحاد الديمقراطي أو حركة انتصال الحرية الدمقراطية خلفا للحزب الشعب الجزائري لكن حركة انتصال الحرية الدمقراطية ستعرف العديد من الهزات خاصة عندما ستزور فرنسا انتخابات 1948 عندما سيعيش الحزب أو الاتجاه الاستقلالي أزمتين خانقتين خاصة أزمة الدكتور أمين دباغين عام 1949 وكذلك أزمة ما يسمى بالأزمة البربارية أو البيربيريزم في نفس السنة ثم بعد ذلك حل واكتشاف فرنسا للمنظمة الخاصة هذه السياقات العامة في الاتجاه الاستقلالي هي التي سيزيدها كذلك مشكلة القيادة يعني مشكلة وأزمة أخرى حتى تصل حركة الانتصال الحرية الدمقراطية في نهاية عام 1953 إلى ذلك الانقسام بين فريقين ما سمي بالميصاليين والمركزيين وأصبحت الحركة الوطنية تعيش في أزمة تيكا الأزمة التي كان فيها تحول بيريز أيضا في نهاية عام 1953 عندما سيرسل ميصالي الحاج ذلك أو تيكا الرسالة إلى الاجتماع الفيدرالي المنعقد في بيريز في 23 ديسمبر 1953 وينقل فيها الأزمة من القمة إلى القاعدة معنى ذلك أن السياق العام الذي كان في الجزائر في نهاية عام 1953 هو ذلك الانقسام في صفوف الحركة الوطنية أو خاصة الاتجاه الاستقلالي الذي كان يعول عليه كثيرا للانتقال إلى العمل المسلح ذلك العمل المسلح الذي كان المفروض أن يندلع بعد 1845 لأنه عندما نقرأ في كتابات الحركة الوطنية نجد ما يسمى بإعطاء الأوامر والأوامر المضادة يعني الشعب الجزائري صدم صدمة كبيرة بعدما حدث في 1845 فقررت الحركة الوطنية تعميم العمليات المسلحة ليلة 23 إلى 24 ميه 45 لكن يستمتها راجع بما يسمى الأوامر المضادة فبقيت الثورة كما قال أحد الذين سيعد لهذه الثورة المسلحة وهو محمد مشاطي كانت الثورة تغلي في النفوس يعني الثورة فعلا منذ 45 كانت تغلي في النفوس ولا تنتظر فقط إلا بعض الخطوات العملية التي تنقلنا إلى هذه المرحلة تقريبا هذا هو السياق العام أمام هذه الأزمة الآن ما هو أو ما هي الخطوة التي جاءت هي وجود مجموعة من المحايدين أو ما سمي بقدماء المنظمة الخاصة هؤلاء الآن الذين آثروا أن يقفوا موقف الحياد تجاه تلك الأزمة هذه المجموعة الآن هي التي ستشق الطريق منذ ذلك الاجتماع في مارس 1954 في اجتماع شاهر بالضواحي الباريسية مون روج وعودة محمد بوضيات حاملا نداء سمي نداء الحكمة هذه الحكمة تجاه الطرفين المتصارعين في الحركة طبعا بعد عودة محمد بوضيات وتأسيس الكريا اللجنة الثورية للوحدة والعمل وفشلها ولا يتسع المقام إلى التفصيل في أسباب الفشل ستخط طريقها نحو العمل المسلح خاصة منذ الاجتماع الـ 22 الشاهير بالمدنية بالجزائر في شهر جوان 54 منذ ذلك الاجتماع الآن بدأت الخطوات العملية بلجنة الخمسة زائد واحد ثم الاتصال بأعضاء الوفد الخارجي ثم جاءت الخطوات العملية والتي من بينها إعداد هذا البيان الذي هو بين أيدينا الآن تماما وحتى هذه الصراعات وهذه المشاكل التي ظهرت في الحركة الوطنية ذات الصيف 1954 أو عرفت قمتها في سيف 1954 حاضرة جدا في البيان من مقدمته إلى نهايته وربما سنعود عليها في نهاية هذا اللقاء الذين كتبوا وهم يعلمون قيمة البيان الأول في إعلان حركة مثل حركة تحرير الجزائر التي طال انتظارها أكثر من قرن من الاستعمار وأي نوع من الاستعمار استعمار استدماري كما كان يصفه البشير الإبراهيمي وهم يريدون سياغة هذا البيان بأهمية هذا البيان بأهمية هذه الحركة الثورية المهمة جدا ماذا كان يريد أصحاب البيان ومن ساغى البيان ماذا كانت أهدافهم وطموحاتهم من سياغة البيان لماذا لم يذهبوا مباشرة إلى العمل دون إعلان بيان أول نوفمبر 1954 فعلا بيان أول نوفمبر يكتسي أهمية بالغة قبل أن نأتي كما ذكر دكتور يوسف إلى نصه وإلى محتواه والعبارات التي جاءت ضمن البيان لابد أن نذكر بأن هذا البيان يدخل في سياق عام ومهم جدا كان يقوم به قادة الثورة الشهداء الأمجاد والمجاهدون الذين بعضهم ما زال على قيد الحياة أيضا من قادة ثورتنا المظفرة طبعا وهو ما يسمى بتوسيع المشروع الثوري نداء أول نوفمبر أو بيان أول نوفمبر 1954 يعتبر نقرأه في سياق ما يسمى بتوسيع المشروع الثوري ذلك المشروع الثوري الذي قلنا بذرت بدوره الأولى خاصة منذ المنظمة الخاصة ثم اجتماع منروز الذي كان محاولة أيضا لإعادة إحياء المنظمة الخاصة ثم اللجنة الثورية للوحدة والعمل فنرى بأن قادة الثورة كانوا بصدد توسيع المشروع الثوري توسيع المشروع الثوري الذي بدأ فكرة بين قدماء المنظمة الخاصة الذين نجوا من السجون الفرنسية وعاشوا حياة الفرار في الجزائر قبل أن ينجح عدد منهم في الفرار إلى فرنسا نذكر على سبيل المثال محمد بوذيف الذي نجى والذي كان على رأس المنظمة الخاصة في الشرق الجزائري ثم نجح في الفرار إلى فرنسا نذكر مثلا أحمد مهساس وكذلك أحمد بن بلا وهما من القياديين في المنظمة الخاصة ونجح أيضا من فرار من سجن البوليدا ثم انتحق أيضا بفرنسا تلك المجموعة الآن هي التي بدأت إحياء أو إعادة إنشاء المنظمة الخاصة هذه المجموعة الآن آثرت أن تقوم بتوسيع المشروع الثوري في المرحلة الأولى هي محاولة إعادة اللحمة إلى الحركة المنقسمة على نفسها وهي حركة انتصال حرية ديمقراطية وأقصد بها مجموعة الميصاليين والمركزيين وتجلى ذلك في إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل لكن فشل هذه اللجنة لأسباب قلت يمكن أن نعود إليها إن كان فيها متسع فيما بعد هي التي ستنقل الآن هذه المجموعة إلى محاولة توسيع المشروع الثوري بمنأة عن الطرفين المتصارعين مثلما جاء في البيان وهو الذي سيؤدي إلى اجتماع الاثنين والعشرين ثم اجتماع الاثنين والعشرين هو الذي سيشكل القيادة الثورية خاصة مجموعة الخمسة مجموعة الخمسة الآن تفطنت وذكرت بأن هناك منطقة تخلفت عن اجتماع الاثنين والعشرين بالمدنية وهي منطقة القبائل لذلك العازية الغالية على كل الجزائريين فكان لزاما أن تربط الاتصالات الحثيثة في صائفة إلى غاية خريف 1954 والتي كللت بانضمام كريم بالقاسم إلى مجموعة الخمسة فأصبحت مجموعة الستة معنى ذلك أن بيان أول نوفمبر الذي سنأتي إليه هو يدخل في إطار توسيع المسروع الثوري لأن هذا المسروع الثوري الذي الآن هو موجود على مستوى القيادة الآن هذه الثورية المحايدة لا بد أن يسمع به الشعب الجزائري ككل فما هي الطريقة الآن؟ هي سياغة مثل هذا البيان لذلك هذا البيان هو بمثابة توسيع للمسروع الثوري من أنجها كذلك البيان أول نوفمبر هو وثيقة إعلامية ولا يخفى علينا أهمية الإعلام لأي عمل سياسي يعني لا بد أن يكون وقوده الإعلام هذا الإعلام الذي تفطنت إليه الحركة الوطنية منذ بدايتها يعني أي فصير سياسي في الحركة الوطنية الجزائرية إلا وكان له وسائل إعلامية إن تكلمنا على جميعية العلماء المسلمين لا يخفى علينا الشهاب ولا البصائر ولا المنتقد إن تكلمنا على الاتجاه الاستقلالي ما يسمى بالأمة وكذلك البرلمان إن تكلمنا كذلك على الأمير خالد جريدة الإقدام معنى ذلك أن الإعلام كان له دور كبير جدا حتى إن تكلمنا مثلا على الكريا اللجنة الثورية للوحدة والعمل كان لها ما يسمى بنشرية الوطن بباتريوت التي صدر منها ستة أعداد من أجل محاولتها يعني يعني رأب الصدعة والحيلولة دون أن تنتقل الأزمة التي ذكرت من القمة إلى القاعدة معنى ذلك الإعلام ضروري وضروري جدا وهو ما تفطن إليه قادة الثورة في هذا البيان المبارك والهام من أجل أن تكون وسيلة إعلامية يعرفوا بها بهذا المشروع الثوري ما هي أهدافه ووسائله مثل ما سيأتي في مضمونه تماما أستاذ نبيل ونحن على أثر قادتنا وسادتنا المجاهدين والشهداء وأعون بقيمة الإعلام لذا لايك أن تحاضر معنا لهذه المرة الثانية وربما مرات أخرى لنتحدث عن التاريخ ونشرح لكل متابعين على مختلف مصصات التواصل الاجتماعي قيمة هذا البيان المؤسس بيان أول نوفمبر 1954 وربما واحدة من أشكال توسيع الفكرة وتوسيع القاعدة النظالية المشاركة في الثورة حتى تسمية الحركة الجديدة جبهة التحرير الوطني كلمة الجبهة العريضة التي تشمل الجميع بدون الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة ولكن الاهتمام بالهدف الكبير الغالي الذي ركز عليه البيان وهو تحرير الجزائر واستقلال الجزائر وعادة سيادة للدولة الجزائرية التي طال احتلالها واستعمارها إذن أستاذ نبيل هذا البيان لم يأتي من فراغ هناك سياق سياسي وطني ودولي هناك أحداث سبقته هناك أشياء حدثت على البعد السياسي وعلى الجانب الإعلامي وعلى مختلف الأصعداء لكن هناك أشياء تقنية تفصيلية البيان لا يكتب هكذا شخص واحد يجي ويكتب بيان مؤسس لحركة ثورية كالثورة الجزائرية لا شك ولا ريب أن هناك بعض التفاصيل ربما لها قيمتها ويحدث كثير من الحوار والجدال عليها على وصائل التواصل الاجتماعي هل لو أنت الخبير والمؤرخ والأستاذ الجامعي في التاريخ هل لا ذكرتنا بأهم التقنيات وتفاصيل سياغة هذا البيان من ساغه بأي لغة سياغة في أي مكان كيف تم الإعلان عليه إعلان بيان أول نوفمبر 1954 إذا جئنا إلى جانب إعداده التقني إن صح التعبير نجد أن هذا البيان جاء بعد تيكا يعني إنشاء تيكا القيادة أو النواة القيادية التي تكلمنا عنها عقب اجتماع منزل إلياس دريش بالعاصمة المدني عرف باجتماع الاثنين والعشرين والذي أدى إلى تكوين أول نواة قيادية وهي مجموعة الخمسة ثم مجموعة الستة في سبتمبر 1954 بالتحاق كريم بالقاسم نعم بالقيادة الثورية تيكا المجموعة الآن السوداسية هي التي ستعكف على القيام باجتماعات سرية طوال خاصة شهرين سبتمبر وأكتوبر في الجزائر العاصمة تيكا الاجتماعات السرية والتي سيكون أهمها ذلك الاجتماع الذي عقد في الثلاثة عشرين أكتوبر 1954 بمنزل مراد بوكشورة بلابوينت باسكاد ما يسمى اليوم بالرئيس حميدو بدائرة بولوغين بالجزائر العاصمة ذلك الاجتماع هو الذي وضعت فيه تقريبا اللمسات الأخيرة للمشروع الثوري وأقصد بذلك تسميت عفوا الجناح السياسي الجديد والذي سيعلن ويتزعم المشروع الثوري وهي جبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري وهو جيش التحرير الوطني أفلان أيلان كذلك مما تم في هذا الاجتماع وهو ضرورة سياغة بيان هذا البيان من أجل التعريف بهذا المشروع الثوري كذلك التعريف بهذه المجموعة لأنه لا يخفى عليك الدكتور يوسف بأن هذه المجموعة هي من الشباب التي كانت تعيش يعني أكبرها وهم صفى ببولئة 37 سنة معنى ذلك أن هؤلاء الشباب لم يكن جميعهم معروفين عند عموم الشعب الجزائري وحتى من الحركة الوطنية نفسها الاتجاه الاستقلالي لذلك لأنه كانوا في المنظمة الخاصة وميزاتها السرية في العمل وحتى سنهم بطبيعة الحاج معنى ذلك أن هؤلاء كذلك كان يرزمهم أن يعرفوا بأنفسهم لأنهم لم يكنوا على يعني شعبية كبيرة مثل ما كان عليها مثلا الزعيم صالي الحاج أو الأمين دباغين وغيرا بعض الأقطاب الحركة الوطنية لذلك قلت بأنه بيان أول نوفمبر 1954 جاء أو سيكون من بين أدواره والتعريف بالمشروع الثوري والتعريف بالقيادة الثورية الوليدة فالآن لما اتفق على أن يتم سياغة بيان أول نوفمبر نجد بأن هذه المجموعة كذلك وهذه لفتة سنأتي إليها بعد قليل لا بد أن تستعين ببعض الذين هم يعني في ممارسة مثل هذه الوثائق الهامة التي ذكرناها في بداية هذا اللقاء فربط محمد بوضياف اتصالاته بأحد المناظرين من مناظر الحركة الوطنية حزب الشعب الجزائري وهو محمد العيشاوي محمد العيشاوي أو من مدعو السي مصطفى هو الذي سيتصل به محمد بوضياف وكان قد التقاه عندما كان في باريس محمد بوضياف التقى بمحمد العيشاوي لأن محمد العيشاوي كان صحفيا يعمل في جريدة لوموند أراب لوموند أراب في باريس فكان صحفيا التقاه محمد بوضياف في باريس الآن سيعود محمد العيشاوي إلى الجزائر ويعمل مداوما في مقر الحزب في ساحة شارتر أو روت شارب بعد قادر عودة اليوم بالجزاء العاصمة رفقة لحول فمعنى ذلك أن محمد العيشاوي كان مقربا جدا من هذه القيادة الثورية وخاصة محمد بوضياف عندما اتفق قادة الثورة على سياغة البيان لم يجد محمد بوضياف أحسن من أن يتصل به وهو محمد العيشاوي لذلك سيربط اتصالاته بمحمد العيشاوي ويعرض عليه سياغة بيان أول نوفمبر 1954 فكان محمد بوضياف يقوم بإلقاء عبارات معروفة في نضال الحركة الوطنية خاصة منذ المؤتمر الثاني لحركة انتصار الحرية الديمقراطية في أبريل 1953 ويقوم محمد العيشاوي بكتابتها كتابة منسجمة وكتابة تحتاج إلى العديد من الدقة وكذلك الاختصال فبهذه الطريقة سيغة بيان أول نوفمبر 1954 أي هناك أفكار عامة عرضها محمد بوضياف على محمد العيشاوي فسيغة هذا البيان قبل أن يعود محمد بوضياف ويعرضه على الرفاقي في أحد اجتماعاتهم السرية في نهاية أكتوبر 1954 بهذه الطريقة سيغة بيان أول نوفمبر تبقى الآن قضية الآن طبع هذا البيان طبع هذا البيان الآن سيدخل محمد العيشاوي في اتصالات مع ديدوس موراد الذي سيكون وسيطا بينه وبين قيادة القبائل ممثلة في كريم بالقاسم حيث سيسلم الآن ديدوس موراد مبلغا من المال إلى محمد العيشاوي من أجل شراء عشر رزا من ميناء الورق وكذلك قاررتين من حبر رونيو كولاس وكذلك مساكتين وكذلك ممحات لمحو بعض الأخطاء ثم بعد ذلك يحول الآن محمد العيشاوي من طرف قيادة القبائل إلى إغير إيمولا في منطقة القبائل وهناك سيتم طبع ورقل هذا البيان وللذكر لابد أن نذكر أن البيان يعني هناك نصين هناك نداء للشعب وهناك ما يسمى ببيان الشعب الجزائري هنا نداء للشعب يذكر عيسى كشيدا وهذه أيضا نقطة مهمة لأنه اللقاء الذي تم بين محمد بوضياف ومحمد العيشاوي تم في محل أو ورشة للخياطة يمتلكها عيسى كشيدا في شارع ملاكوب في أسفل العاصمة على طريق باب الواد وهذا ما جعل عيسى كشيدا يكتب لنا كتابا مهما جدا وهو كتاب مهندس الثورة لأنه كان شاهدا وهذه يذكرها كيف تم الإعداد لبيان أول نوفمبر 1954 فقلت الآن في إغيال أمولا تم الآن طبع هذا البيان ألف وثلاثمائة نسخة من بيان للشعب وألف ومئة لداء يعني أو بيان أول نوفمبر 1954 كبياننا الرسمي يوجه إلى بعض الضوائر الرسمية عنوان هذه المداخلة سميناها بيان أول نوفمبر من صوت الشعب من صوت العرب ما علاقة صوت العرب باختيار في هذا الموضوع موضوع بأول نوفمبر 1954 وربما لنكون أعم ما علاقة صوت العرب بما يحدث الآن في الجزائر فعلا بيان أول نوفمبر قيادة الثورة الآن لا بد أن تجد له نافذة إلى تدويل وهو ما أشار إليه بيان أول نوفمبر حتى تدويل القضية الجزائرية أي أن توزيع البيان في الضوائر الداخلية لا يكون له قيمة لو أن عكس مثلا أن البيان يكون له نافذة نحو الخارج لذلك فكر قادة الثورة في إذاعة بيان أول نوفمبر 1954 عبر إذاعة صوت العرب تيك الإذاعة التي كانت قد أقيمت بعد نجاح الضباط الأحرار بإسقاط الملكية في مصر وإنشاؤها في عام 1953 والتي أبانت على دعمها لحركات التحرر خاصة في العالم العربي وكان من بين المواقف التي دعمتها مثلا قضية نفي محمد الخامس الملك المغربي فعندما جاءت الآن الثورة الجزائرية لابد أن نذكر أيضا في هذا السياق والدور الذي كان يقوم به بعض القيادات الطورية على مستوى الخارج لأنه لا يخفى عليك الدكتور يوسف والمشاهدين الأفاضل على أن حركة انتصال الحريات الديمقراطية كان لها ما يسمى بوفد خارجي وفد خارجي لحركة انتصال الحريات الديمقراطية والتي كان على رأسها مثلا الشادلي المكي قبل أن يلتحق به مجموعة من المناظرين وأقصد به مثلا محمد خيضر الذي بعد اكتشاف المنظمة الخاصة وسجنه في وهران سيفر ويلتحق بمصر كذلك حسين أيتحمد الذي سيلتحق منذ عام 1952 بعد أحداث اكتشاف المنظمة الخاصة وبعد أحداث ما سمي بالأزمة البربارية سيتم إبعاده أيضا إلى القاهرة معنى ذلك تكونت لجنة وكذلك بعض القيادات الثورية في الخارج والتي سيصطلح على تسميتها بالوفد الخارجي الذي سيصبح وفدا خارجيا لجبهة التحرير الوطني أيضا ستة زائي ثلاثة يعني مجموعة التسعة فالآن أيضا أحمد بن بالله كما ذكرنا بعد الاجتماع في مونروج سيلتحق بالقاهرة ويحاول ربط الاتصالات بالقيادة المصرية ممثلة في جمال عبد الناصر لذلك عندما نقرأ لأحد القيادات المصرية وفتح الدين مسؤول مخابرات المصرية مكلف بالملف الجزائرية يذكر لنا كيف استطاع مزياني مسعود وهو التسمية التي كان يتنقل بها أحمد بن بالله بجوازه المزور عندما ذكر مزياني مسعود يحظى بثقة عبد الناصر معنى ذلك أن قبيل الثورة يعني الثورة الجزائرية كسبت ثقة القيادة المصرية ممثلة في جمال عبد الناصر وتلقى أحمد بن بالله وعودا مصرية بأنه إن كان هناك حركة تحررية في الجزائر فإن مصر ستقف إلى جانب هذه الحركة التحررية هذا الأمر هو الذي سيشجع الآن القادة الثوريين إلى إذاعة بيان أول نوفمبر 1954 طبعا سيكلف محمد بوظياف الذي كلف وكانت مهامه كمنسق بنقل البيان إلى القاهرة طبعا نقل البيان إلى القاهرة نجد بأن محمد بوظياف سيعاني الكثير من الصعوبات قبل وصوله إلى القاهرة حيث سيمكت أياما في مدينة بيرن في سويسرا وهنا يوم 29 أكتوبر 1954 يكتب محمد بوظياف رسالة رسالة إلى الرفقاء في القاهرة يعلمهم بأنه أرسل لهم برقية بالأمس لكن هذه البرقية لم يصل جوابها ويعلمهم بأن هناك شيء مهم سيحدث يوم الاثنين وسماه بأنه ما يسمى بعملية الختان وهو كتعريض على هذا الحدث الهام بأن الختان سيكون يوم الاثنين يعني 31 أكتوبر في الليل ثم يعلمهم بأنه في تكاء الرسالة إنه تأخر فإنهم يجب أن يتصرفوا وفعلا هذه الرسالة التي ذكرها مبروك بالحسين في كتابه لكوري أرجي لوكار أو بريد الجزائر القاهرة نجد أن هذه الرسالة الهامة وثقت لدور محمد بوظياف في نقل البيان طبعا محمد بوظياف تعطل عليه أو تعذر عليه الوصول إلى غاية 2 نوفمبر 2 نوفمبر 1954 أين سيصل إلى القاهرة لكن قبيل ذلك كان محمد بوظياف يرسل بعض البرقيات والتي فيها بعض الإشارات وبعض المحاور الكبرى والتي قام الآن الرفاق بترجمتها وتسليمها إلى المخابرات المصرية التي ستكلف أحد الصحفين العرب وهو أحمد سعيد يعني الذي نعم الصحف المصري عميد الإعلاميين المصريين بإعذاعة هذا البيان وكان الشرط الذي وضعته القيادة المصرية هو أن تذيع وكالة الأنباء الفرنسية بيانا بأن هناك على الأقل 16 عملية حدثت في الجزائر على الأقل واحدة منها في الجزائر العاصمة حتى يذاع هذا البيان عبر إذاعة صوت العرب وهو ما تم فعلا حيث عندما ستعلن وكالة الأنباء الفرنسية هذا الخبر سيذاع الآن البيان يعني صبيحة الفاتح نوفمبر 1954 سبعة مرات متتالية يعني سيعاد نصره وإذاعته عن طريق إذاعة صوت العرب في الفاتح نوفمبر 1954 والحديث عن علاقة الجزائر بامتدادها العربي والإسلامي مهم جدا تاريخيا لأنه تكرر ذكره أكثر من مرة في هذا البيان المهم وأيضا بما يحدث هنا حاليا في الجزائر الجزائر اليوم وهذه الأيام هي عاصمة الدول العربية من خلال إقامة الدورة العادية منظمة الدول العربية هنا في الجزائر الجزائر العاصمة العالم العربي هذا البيان فيه جانبين طبعا في أي إعلان في أي بيان من هذا الشكل فيه الجانب المضمون الذي سنتركه إلى الأخير وهناك في جانب الشكلي الشكلي الجانب الشكلي في بعض الأحيان له قيمة كبيرة جدا ربما لا تتجاوز قيمة المضمون ولكن عنده قيمة أهمية هل أستاذ شريخي نبيل وأنت تذكرنا منذ بظروف التي جاء في هذا البيان وكيف تمكن القادة الأوائي المؤسسون من سياغته وإعلانه هل في الجانب الشكلي للبيان نقاط مهمة يجب أن يعرفها متابعون وأنتم أستاذ التاريخ فعلا سياغة بيان أول نظمبر 54 تنطوي على الكثير من الدروس والعبر قبل أن نأتي إلى مضمونه من بين الأشياء التي أحب دائما أن أركز علي في مثل هذه المناسبات والتي تعطي أهمية وتجلي لنا أكثر عظمة الثورة الجزائرية لأن اليوم ونحن نتابع كما ذكرت بالأمس الوفود التي تفد على الجزائر وتربط بحدث هام وهو الثورة المباركة والثورة الجزائرية عظمتها دائما أقول يعني تأتي من بساطتها تلك البساطة التي ما هي إلا ببساطة الوسائل التي كان يمتلكها القادة الأفذاد لأنه إذا جئنا إلى إعداد بيان أول نظمبر 54 نجد فيه بساطة الإمكانية ذكرت منذ قليل ذلك المبلغ الزهيد الذي سلمه محمد العيشوي لشراء بعض الرزم من الورب والحبر والحبر لخط به هذا البيان العظيم كذلك أذكر ذلك التنقل من الجزائر العاصمة إلى غاية إغير إيمولا بمنطقة القبائل لم يكن ذلك هكذا إلا أنه السبب الوجيه هو عدم امتلاك القيادة الثورية لوسائل الطباعة ممثلة في الآلة الراقنة تلك الآلة الراقنة التي لم تكن متوفرة إلا في ذلك المنزل في منطقة إغير إيمولا تلك الوسائل التي افتقدتها الحركة الوطنية والحركة التحرورية والاتجاه الاستقلالي مثلا في تجربة الكرية لأنه من بين الأسباب التي جعلت مثل الكرية تستعين مثلا بعضوين من المركزيين وهما رمضان بوشبوبة وبشير دخلي هو عدم امتلاكها للهياكل الحزبية ومن بينها مثلا الآلات الراقنة لذلك محمد بوضياف يبرر ما هو السبب الذي جعل الآن القيادة الثورية كمحايدة تستعين بإثنين من المركزيين وقال عدم امتلاكنا للوسائل وربح للوقت معنى ذلك أن الحركة الوطنية كانت إمكانياتها بسيطة تيكا البساطة هي التي جعلت القادة في المؤتمر الوطني الأول لحركة الانتصال لا يجدون أرائك مثل التي نجلس عليها الآن بل وجدوا بعض السلاديق للمشروبات الغازية لذلك المصنع الذي احتضنهم في منطقة بيل كور لأحد المناظرين معنى ذلك يعني الثورة التحريرية هي ثورة بسيطة عظمتها من بساطتها هذا أهم درس يمكن أن نستخلصها من سياغة بيان أول نوفمبر كذلك من بين الأمور التي يجب أن نذكرها تقنيا هو أن بيان أول نوفمبر كما ذكرت هو مسروع لإشراك جميع أطياف المجتمع الجزائري القادة الأشاوس والثوريين متأكد بأنهم لو ساغوا بيانا يمكن أن يكون قريبا من هذا لكن رغم ذلك كانوا يستعينون بالأهل الاختصاص لذلك القادة الأشاوس قاموا بالاتصال بمحمد العيشاوي وهو سي مصطفى محمد العيشاوي كصحفي فيدركون قيمة التخصص وقيمة العمل الذي قاموا به معنى ذلك يعني هذا من بين الدروس وهو إشراك جميع يعني أطياف المجتمع الجزائري في هذا المشروع الثوري ولم يكن مشروعا احتكاريا على هؤلاء القادة يعني هذا ما ممكن أهم ما يمكن أن يستوقفنا في الإعداد التقني إنصاح التعبير لبياني أول نوفمبر أربعين وخمسين ذلك مشكور أستاذ شريخي أستاذ نبيل على كل هذه التوضيحات الآن ربما نصل إلى مضمون هذا البيان المهم الذي بعد ثمانية وستين سنة نحن الآن ثمانية وستين عام منذ أن كتب وأعلن ومنذ أن كان أول رسالة نحو هذه الثورة المجيدة الخالدة التي نعتز أن نكون من أبنائها وأن نكون من الذين يعني الآن أسماؤنا تشرف بالدكتور والأستاذ هذا بفضل الله ثم بفضل هذه الثورة الخالدة وبفضل هذا البيان الأول وبفضل تضامن كل الشعب الجزائري والتفاف حول هذه الحركة الثورية المهمة ما هي ربما أهم النقاط أستاذ نبيل ونحن نتحدث إلى عموم المواطنين لسنا في درس في الجامعة وفي أروقة الجامعة نحن نتحدث إلى متابعين على منصات الشهاب الذين نشكرهم على اهتمامهم وهم يشاركوننا هذا البث المباشر وإن كان في نهاية الحص للقاء هذا عندهم أسئلة بإمكانهم طرحوها على صفحات شهاب وسنتكفل بنقلها إلى ضيفنا الدكتور الأستاذ المحاضر الدكتور نبيل شريخي أهم النقاط أستاذ نبيل التي يجب أن يعرفها كل متابعين في مضمون هذا البيان الخالد بيان أول نظمبر الخمسين نعم إذا جئنا إلى مضمون بياني أول نوفمبر أربعين وخمسين ذلك البيان الذي لا تزيد كلماته عن ستمائة وخمسين وخمسين وثمانين عفوا كلمة وتسعة فصول وبضعة أسطر لكن نرى بأن بيان أول نوفمبر أربعين وخمسين يعتبر بمثابة أرضية صلبة جامعة لمختلف يعني انتماءات وكذلك مشارب المجتمع الجزائري هذا البيان الذي نستطيع القول أن الفكرة العامة التي تدور حوله هو بمثابة وثيقة تعريفية كما قلنا بالمشروع الثوري كذلك إبراز ما هو الهدف للقيام بمثل هذا أو هذه الحركة التحرورية وكذلك الأسباب وبعض الأمور المتعلقة بالمستقبل المستقبل الذي تطمح إلى تحقيقه هذه الحركة الثورية طبعا ما يستوقفون كثيرا في هذا البيان هو استهلاله بعبارة هامة جدا ألا وهي أيها الشعب الجزائري بيان أول نوفمبر 1954 عندما يستهل هذه العبارة بأيها الشعب الجزائري فإن هذه العبارة مهمة جدا لأن بيان أول نوفمبر 1954 هو كان فقط كصرخة لهؤلاء القادة الثوريين لما يخترجوا كيان المجتمع الجزائري أي أن الشعب الجزائري كان يعني بيان أول نوفمبر هو بمثابة صوت فقط لإعطاء تيكا الآلام التي عان بها طيلة تيكا السنون من الاحتلال الفرنسي للجزائر لذلك عبارة أيها الشعب الجزائري هي عبارة مهمة جدا ثم عندما يقول أيها المناظرون من أجل القضية الوطنية أنتم الذين ستزدرون حكمكم بشأننا يعود ويقول نعني الشعب بصفة عامة والمناظرين بصفة خاصة فالقادة الثوريين في هذه العبارة الهامة جدا نرى بأنهم يخاطبون الشعب الجزائري ويضعون أنفسهم أمام اختباري اختبار هذا الشعب لأن الثورة التحريرية وكنت قد ذكرتم منذ قليل منذ عام 1945 عفوا الشعب الجزائري كان مقتنعا بأن الثورة حادثة لا محالة تيك القناعة التي عبر عليها أحد شويخ مدينة سطيف للقيادة في الحركة الوطنية حيث يذكر محمد بوضياث لأحد الأساتذة ومحمد عباس أنه عندما كان يمشي رفقة بعض المناظرين في مدينة سطيف عقب أحداث ومجاز 845 كان هؤلاء المناظرين يتحدثون مع أحد شويخ المدينة عندما قالوا له بأنهم يتأسفون بأن الجزائر والحركة الوطنية لم تستفد كثيرا إلا الدماء والمجازر التي تلت 845 فخاطبهم ذلك الشيخ بحكمة قال لهم لقد خسرنا معركة ولم نخسر الحرب فكان ذلك تشجيع للحركة الوطنية كذلك تيك القناعة التي كانت في عموم الشعب الجزائري نتلمسها في عبارة أحد قياد الحركة الوطنية في منطقة القبائل خاصة في منطقة دلس هذا المناظر وهو محمد زروالي عندما سيوقف بعد مجازر 845 وما صاحبها من أحداث ثم يزن ويقدم إلى المحاكمة في محكمة البوليدة أين حكم عليه بعشرين سنة السجن فابتسم ذلك المناظر أمام القاضي الذي حكم عليه بذلك الحكم الثقيل فسأله القاضي ما هو الذي يضحك فقال لأنني مقتنع بأنكم لن تبقوا هذه المدة أكثر في الجزائر لأنه عشرين سنة قال هي كثير بعد 45 لتيك الثورة التي عبر عليك كما قلت محمد مشاطي كانت تغلي الثورة في نفوس الجزائريين فلذلك نجد بأن العبارة الأولى وجهت إلى الشعب الجزائري أيها الشعب الجزائري لذلك ربح بيطاط وهو كان يعيش في منطقة الأولاس بعد اكتشاف المنظمة الخاصة قال لقد وجدنا الشعب الجزائري قد سبقنا خطوات إلى الأمام نحو الثورة أي أن الشعب الجزائري كما عبر عبر عليك ذايق العرب بن مهيدي كان بمثابة كوبة من العشبي تنتظر فقط عودة الأثقار يعني أنثاب الأمر في بيطاط ريفي معنى ذلك أن الشعب الجزائري فقط كان يحتاج لمن يقوم بمثل هذه الخطوات العملية حتى تشتعل تيكا الثورة المباركة أستاذ نبيل في محتوى نص البيان ذكرت كلمة جبهة تحرير الوطني هل كانت أول إعلان عن هذه المؤسسة رسمياً في بياننا رسمي عن تأسيس بعد حل كريا هل كان بيان أول نوفمبر أول من جاء على ذكر تأسيس هذه المؤسسة الجديدة وهي جبهة التحرير الوطني نعم هو كبيان إعلامي لعموم الشعب الجزائري وللضوائر الرسمية الفرنسية أو الاستعمارية نقول نعم لأنه بيان أول نوفمبر هو الذي صرح بذلك المولود الجديد وهو جبهة التحرير الوطني كطرف محايد لتيكا الأزل لتيكا الحركة أو هي تعتبر بمثابة الجبهة الوليدة التي خرجت من رحم الاتجاه الاستقلالي ممثالة في حركة انتصار الحريات الديمقراطية التي ستبقى معمرة فقط أيام لأنه في الخامس من شهر نوفمبر أربعين وخمسين ستقدم فرنسا على حل حركة الامت يردي معنى ذلك أن جبهة التحرير الوطني إعلانها الرسمي كان في بيان نوفمبر أربعين وخمسين لكن كتأسيس كان تأسيسها سريا هذا التأسيس السري هو الذي كان في اجتماع 23 أكتوبر أربعين وخمسين هناك من يذكر بأنه اجتماع 23 يعتبر بمثابة جمعية تأسيسية وإن كان بين قوسين يعتبر بمثابة جمعية تأسيسية لتأسيس هذا الحزب الذي سيكون في أكتوبر 23 أكتوبر 54 لكن الإعلان الرسمي هو في بيان أول نظمبر 1954 طبعاً دون الحصول على اعتماد من الطرفي أو من الدولة الفرنسية لأن هذه الجبهة لها الآن جناح عسكري ويعني ثورة مسلحة تحرورية ضد المحتل الفرنسي هذا البيان أستاذ نبيل أيضاً تحدث عن الهدف عن هدف أساسي لهذه الثورة ولهذا البيان لهو الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الديمقراطية الاجتماعية ضمن المبادئ الإسلامية كيف كان هذا يعني هل كان من السهل إعلان مثل هذا الهدف هل لهؤلاء الشباب صغار السن ربما تعوزهم التجربة وتنقصهم الخبرة هل كان تحقيق هذا الهدف ممكناً وكيف استطاعوا أن يجعلوا من هذا هدف أساسي لبيانهم ولعملهم فعلاً وإن كنت أستسمحك الدكتور يصف قبل أن أصل إلى الأهداف لابد أن أعود إلى عبارة مهمة جداً لأنها هي التي ستوصلنا إلى الأهداف لأنه في البداية عندما انتهى المناظرون أو البيان أول نوفمبر قال بأن السبب من سياغة البيان هو قال توضيح لكم مشروعنا والهدف من عملنا وبعد ذلك قال نوضح قبل ذلك الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل فعلاً الهدف الذي سيهدف أو تهدف إليه الثورة والذي عبر عليه بيان أول نوفمبر هو ذلك التحرر الوطني ذلك التحرر الوطني الذي اعتبرته جبهة التحرير الوطني أو قادة الثورة الأفذاذ اعتبروه بأنه تتويج فقط لنضالات الشعب الجزائري وهي نقطة مهمة يجب أن تستوقفنا لأنه عندما نأتي إلى عبارة عندما يقول البيان فنحن نعتبر قبل كل شيء عفواً بأن الحركة الوطنية بعد مراحل من النضال قد وصلت إلى مرحلتها الختامية معنى ذلك هذه العبارة لا بد أن تستوقفنا كثيراً أن الحركة الوطنية قد وصلت بعد مراحل من الكفاح إلى مرحلتها أو مرحلة التحقيق النهائية معنى ذلك أن بيان أول نوفمبر يبرز تيك الحلقة التسلسلية في كفاح الشعب الجزائري أن بيان أول نوفمبر أو الثورة المسلحة في نوفمبر 1954 وإن كانت قاطيعة مثل ما سيأتي مع ممارسات الحزبية خاصة في حركة الانتصار الحرية الديمقراطية المتمزقة عن نفسها إلا أنها في نفس الوقت تعتبر تتويجاً لنضالات الشعب الجزائري لذلك بيان أول نوفمبر وهذه عبارة مهمة ومهمة جداً عندما يقول بأن الحركة الوطنية بعد مراحل من النضال قد وصلت إلى مرحلة التحقيق النهائية فهي بذلك تربط هذه العبارة بين مختلف النضالات التي دفعها الشعب الجزائري منذ المقاومات الشعبية المسلحة إلى تيك المقاومة السياسية التي كان فيها نشاط سياسي مكثف في العشرينات وبداية القرن العشرين قبل أن يكون التحول مجدداً إلى العمل المسلح بهذه الثورة الوليدة معنى ذلك أن الحركة أو جبهة سحر الوطني أو ثورة أول نوفمبر الخمسين اعتبرت نفسها تتويجاً وهذا التتويج هو الذي دائماً يستوقفون في عبارة أحد مناظر هذه الحركة وهو رمضان بوشبوبة رمضان بوشبوبة وهو المكلف بالتنظيم في حزب حركة الانتصار في عام 1947 كلف من طرف قيادة الحركة بتنظيم الحزب في مختلف نواحي الوطن فيذكر رمضان بوشبوبة أنه بدأ رحلة طاويلة سنة 1947 من غرب الجزائر إلى شرقها فكان يقول أنه لم يكن يجد حرجاً وهو يخاطب المناظرين بأن يستعين بنضالات الشعب الجزائري قال كنت في مدينة وهران وفي منطقة وهران فلم أجد حرجاً بأن أذكر الجزائريين ببطولات الأمير عبدالقادر ومعركة المقطع ثم ذهب بعد ذلك إلى معسكر وذكر بأنه ذكر الجزائريين بمقاومة بين الشقران التي كانت في بداية القرن العشرين في المنطقة ثم جاء إلى منطقتنا منطقة الشرق الجزائري فقال تنقل في منطقة مجانة والقلة والجعافرة وذكر الجزائريين ببطولات المقراني والحداد ثم بعد ذلك قال نحن أثرياء بتجارب الماضي يعني الثورة التحريرية كانت ثرية بتجارب الماضي وبنضالات الشعب الجزائري الذي جعلها تتويجاً وأنها تأتي إلى مرحلة التحقيق النهائية وهي التحرر الوطني وهذا ما عبر عليه بيان أو نوفمبر عندما نأتي إلى الأهداف التي ذكرت دكتور يوسف وهي إقامة أو الاستقلال الوطني معنى ذلك أن هذه العبارة لأن الاتجاه الاستقلالي كان من بين أهم الأهداف التي انتهجها منذ العشرينات منذ حركة الأمير خالد هو الاستقلال الوطني الاستقلال الوطني فعندما جاء الثورة نوفمبر هي تأكيد لذلك الاستقلال الوطني التام والشامل والذي يكون كما قلت بإقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ العربية أو المبادئ الإسلامية فهذه العبارة هي مهمة جدا وإن كانت تتعلق بالمستقبل إلا أنها تربط الجزائر والدولة التي يهدف إليها القادة الثورية من خلال هذه الثورة بالانتماء الحضاري هذا الانتماء الحضاري بأن الجزائر هي بلد في العالم الإسلامي بمبادئه وكذلك في إطار هذه الدول الإسلامية في إطار دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية وإن كان ذلك كما قلت هو وضع أسس فقط للدولة المنشودة بعد تحقيق الهدف الأساسي وهو الاستقلال يعني الاستقلال هو الهدف الذي كان يهدف إليه البيان والثورة المباركة تماما أستاذ نبيل وهذا البيان وإن خلص إلى أن هو يحاول الذين كتبوه أن يحاولوا أن يتوجوا هذا العمل الذي امتد على ربما عشرات السنين وجاء وقت قطاف الثمر من خلال إعلان هذه الثورة لكنه لم يتجاهل أيضا ما حدث داخل الحركة الوطنية وكان واضحا بينا أنه ينتقد وبشكل واضح الروتين والمرازم يعني التوقف الذي أصاب هذه الحركة الوطنية وجاءهم ليدفعوا بهذه الحركة الوطنية نحو خطوة مرحلة أعلى وقد قارنوا بما يحدث في تونس والمغرب الذين كانوا قد ساروا خطوات إلى الأمام ونحن كنا متأخرين وهذا واضح في البيان فهم أقروا بالصعوبة التي موجودة ولكنهم كانوا إيجابيين وأرادوا أن يستفيدوا من كل العمل الذي قام به من سبقهم واحدة من الملاحظات ونحن نقرأ هذا البيان بتماعون أنه عندما تحدث عن الأهداف عندما تحدث عن وسائل الكفاح كان يركز دائما على الجانب الداخلي الوطني سواء سياسيا أو من جانب العسكري الميليتاخ ولكن أيضا كان يركز على الجانب الدولي من جانب الإعلام من جانب تدوير القضية من جانب كسب الأحلاف فما هو مركزية هذا التنظيم والربط بين ما هو داخلي محلي وبين ما هو دولي وإقليمي فعلا بيان أول نظمبر وهذه كذلك نقطة مهمة جدا وهذه أهمية التي يكتسيها البيان هو إبراز أن هذه المجموعة التي قامت بالثورة التحريرية هي محايدة وهي مجموعة لا تنتمي إلى هذين الطرفين الذين كانوا يتصارعان داخل حركة الانتصار لأنه كما ذكرت في نهاية عام 1952 مصال الحاج بيتيك الرسالة التي وجهها للاجتماع الفيدرالي في باريس في 27 ديسمبر 1952 نقل الأزمة من القمة إلى القاعدة وأصبح هناك خلاف بعدما كان خلافا سياسيا فكريا نخباويا أصبح قاعديا والكثير من الأحداث شاهدة في مدينة القصبة عندما كانت هناك مشادات وهذا كذلك انتقل حتى إلى عقل الدار العدو في فرنسا أين كانت هناك صدامات بين الجناحين المتصارعين المصاليين والمركزيين معنى ذلك أن السياق الذي أو الهدف أو السبب الذي جاء من أجله البيان هو تبيان بأن هذه المجموعة هي مستقلة لماذا؟ لأن حتى الكريا التي ذكرتها منذ قليل التي أنشئت في مارس 1954 أتهمت من طرف المصاليين بأنها موالية للمركزيين خاصة أنها استعانت ببعض الوسائل التي تمتلكها الحركة وحتى عضوين من عضوين اللجنة المركزية كانوا عضوين في الكريا وهما بشير دخلي ورمضان بسبوبة فقدم ذلك دليل للمصاليين على أن هذه المجموعة هي غير محايدة لذلك بيان أول نوفمبر أراد أن يبرز هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا لأنه يقول بأن هذه الثورة هي موجهة إلى ما يسمى العدو الوحيد وهو الاستعمار عندما يقول فهي موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى معنى ذلك أن الحركة الوطنية عندما تبنت هذا الأمر فهي تؤكد على أن المستعمر الفرنسي هو الوحيد وهذه نقطة مهمة جدا عندما نقول بأنه رأت مجموعة من الشباب المسؤولين والمناظرين الوعين التي جمعت حول أغلب العناصر التي لا تزال سليمة ومصممة معنى ذلك أن هذه المجموعة كانت قد نجت من تيكا الخلافات الضيقة والصراعات التي كادت أن تضيع المشروع الثوري وهو كان منتظرا كما ذكرت لذلك بيان أول نظمبر كما ذكرت أخ يوسف عندما يقول لقد بقينا في مؤخرة الركب فهو يذكر الشعب الجزائري بما كان يجري من حركة تحرورية عقب الحرب العالمية الثانية خاصة في القطرين المجاورين في تونس والمغرب والشعب الجزائري المغربي والتونسي قطع أشواطا في هذا المسار الذي كان من المقرر أن تشرك فيه أيضا الجزائر لذلك هذه الأزمة عطلت وأخرت نوعا ما الجزائريين عن هذا المشروع الثوري لذلك جاء بيان أول نظمبر لوضع الجميع أمام المحك وبضرورة تجاوز هذا الخلاف والسير قدما نحو المشروع الثوري لأنه مشروع كان لا يقبل التأخير خاصة وقلنا أنه بعد 45 بعد اكتشاف المنظمة الخاصة والذي كان من المفروض أيضا 49 يكون بداية العمل الثوري في الجزائر لكن الأزمة التي حصلت في حركة الانتصال حركة الوطنية أخرته إلى هذا التاريخ الذي نحتفل به اليوم أستاذ نبيل شريخي في نهاية البيان وكأن الذين كتبوا هذا البيان وساغوا هذه السياغة المميزة الخالدة إن شاء الله والتي نفتخر بها أي مفتخار هنا في جزائر الاستقلال ربما أنت تكلمت عن الشهداء رحمة الله عليهم سادتنا وتاج روسنا وأيضا تحدثت عن المجاهدين ونحن تشرفنا في مرات سابقة باستضافتهم هنا في مركز الشهاب ونسعد دائما باستضافتهم وأبدا ربما هناك بعض المخاوف من هذا الجيل الجديد أنه الجيل الجديد سينسى تاريخه أنه سينسى الشهداء أنه سينسى الثورة الجزائرية مع عالم التكنولوجيا، مع الأنترنت، مع شبكات تواصل اجتماعي شخصيا أعتقد أن هذا الشيء في كثير من المغالطة وفي كثير من الخطأ هذا الشباب الآن مهتم أكثر بالحركة الوطنية وأنا فقط وهنا ربما إشارة في صفحات التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي تتحدث عن تاريخ طورة الجزائرية أتابع ذلك باهتمام كبير تلقى عدد مشاهدات لبأس به ربما لا تضاهي مشاهدات في مجالات أخرى ولكنها على الأغلب ليست بالقليلة بل هي مهمة ونحن نتواصل مع مواطنيننا وأهلنا ومتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي ونريد أن نشغل هذا المجال وهذا الحيز الافتراضي بمحتوى مفيد أنتم تحدثتم عن كثير من الأسماء ربما يجهلها كثير من المواطنيين وهذه الفرصة ليعرفها ويعرف المتابعون تاريخ أجدادهم المجيد إن شاء الله في نهاية هذا السياغ هذا البيان المهم جدا وكأن الذين كتبوا هذا البيان يتوجهون لفرنسا ويتهجهون للعالم بخارطة طريق يضعون خطوات ويضعون حلول وكأنهم ليسوا عدميين نحن جئنا هنا لنقاتل لنستشهد لنموت لا بل هم يريدون أن يصنعوا الحياة بل يريدون أن يصنعوا الحرية والاستقلال وبناء الدولة وهناك خطوات اقترحها أصحاب البيان على فرنسا للأسف التاريخ سيعلمنا أنها لم تحترم ولكن في البيان هناك طريقة طريق اقترحها أصحاب البيان من أجل تجنب مأساة الثورة ومأساة الحرب التي ستقوم بين الجزائرين المطالبين بحريتهم والاستدمار الفرنسي الذي كان يرغب في الإبقاء على سيطرته على هذه الأرض الطاهرة فعلا وهذا الذي انتهيت إليه الأخ يوسف هو الذي حري بجيلنا وجيل اليوم أن يكون فخورا بأن يكون أباؤه وأجداده قد ساغوا وثيقة مثل هذه لأن هذه الوثيقة التي كنا نتكلم عنها بأنها وثيقة إعلان حرب فإن في الوقت نفسه هي وثيقة سلمن لأنه في ختام البيان وهذا الذي ننهي به مضمون البيان عندما يتقدم محرر البيان بما سموه ويقدم وثيقة مشرفة إلى الطرف الفرنسي إن كانت تحدوها نية طيبة في معالجة القضية الجزائرية معنى ذلك أن بيان أول نوفمبر وهذا أيضا يبين تيكا الحنكة السياسية بأن رجل السياسي لا يغلق جميع الأبواب عليه بل يترك بعض النوافذ التي يمكن أن توجد حلولا وهذا ما نتلمس في آخر بيان أول نوفمبر عندما ترك فرصة للعدو الفرنسي إن كان يحدوه نية حقيقية وصادقة لمعالجة القضية الجزائرية فإن الطرف الجزائري يبدي استعداده لكن كما ذكرت للأسف الشديد فرنسا التي ستضيع على نفسها سبع سنوات هي التي ستردخ بعد ذلك إلى تلك المفاوضات مع الطرف الجزائري لأن أساس الفرنسيون قالوا بعد بيان نوفمبر 50 وإعلان العمليات الأولى الرد الوحيد هو الحرب ممثلا في رد فرنسوا ميتيرون معنى ذلك أن هذه الوثيقة هي التي تنقلنا إلى بعض الأمور التي نعتز ونفتخر بها من خلال بيان أول نوفمبر 54 أنه وثيقة ساغها مجموعة من الشباب الجزائري الذي أبان على قدرة كبيرة على معالجة حدث سياسي وتاريخي هام ممثلا في حركة تحرورية من ربقة المستعمر الفرنسي هذه الوثيقة هي وثيقة هامة جدا عندما تكلمنا على أنها شرحت الأسباب عرفت كانت وثيقة إعلامية وكذلك كما ذكرت هي وضعت خارطة طريق لما بعد الاستقلال والتحرر وكذلك حتى أوضاع الذين كانوا ينتمون إلى ذلك المستعمر الفرنسي عندما يقول مثلا هو دون تمييز عرقي أو ديني في عبارة مجملة لكن عندما نأتي إلى تفصيلها فإنها تفتح المجال وتبدي الكثير من التعايش والعلاقات التي ستربط الجزائر مع ذلك العدو الفرنسي مع ذلك بيان أول نظمبر 1954 هو وثيقة مشرفة هو وثيقة يحسن بنا أن نعتز بها ونفتخر بها خاصة من البيان الذي سيغى كما قلنا تقنيا إلى محتواه ذلك المحتوى الذي كان محتوى ثري كذلك هذا البيان الذي يبين تيكا الخطوة وتيكا الروح التي نسميها بروح المبادرة الشباب الذين كانوا في الحركة الوطنية والذين كانوا كما قلنا شبابا صغارا كانت لهم روح المبادرة لمعالجة ذلك التأزم الذي أوقعته فيه القيادة خاصة في حركة انتصار الحريات الديمقراطية فآنت على نفسها بأن تقوم بخطوة عملية وهي السير نحو العمل المسلح ذلك العمل المسلح هو الذي جاء في سياق التحذير للثورة ومن بينه بيان أول نوفمبر 1954 لذلك بيان أول نوفمبر 1954 هو وثيقة مهمة جدا والتي ما زلنا نسلهم منها الكثير من الدروس والكثير من المعالم للجزائر المستقلة التي طمح إليها شهداؤنا الأبرار والقادة الأمجاد الذين حضروا لهذه الثورة المسلحة ونحن الذين كما ذكرت ننتمي إلى جيل اليوم يحسن بنا أن نعود دائما إلى مثل هذه الخطوط وتيقة المعالم ومن بينها بيان أول نوفمبر 1954 وأنت تذكر أخي يوسف احتفالنا بذكرى اندلاع الثورة التحريرية أنا كنت في عام 2018 قد شاركت إخواني في منطقة برج منايل في احتفالات مثل هذا اليوم أول نوفمبر 2018 وكم كنت سعيدا وأنا أمر بتيقة لافتة ببلدية تنتمي إلى هذه الولاية العزيزة وهي بلدية سيمسطفا سيمسطفا التي كان اسمها الاستعمار فيليكسفور سابقا سيمسطفا ما هو إلا محمد العيشاوي الذي خطى لنا هذا البيان الذي نجتمع اليوم لقراءته في هذه المناسبة العزيزة المباركة علينا وعلى شعبنا الأبي أستاذ شريخ نبيل وأنا أحترم فيكم الكثير من الخصال والصفات التي تعرفونها جيدا لكن واحدة من الصفات التي لا يمكنني إلا أن أبوح بها وهي أن تجمعون بين الأستاذ الجامعي المتخصص تصفون أحداث دقيقة بتواريخ دقيقة وبأسماء دقيقة ربما حتى بعض المهتمين عن قرب هذه الأحداث التاريخية يجهلونها وهذه صفة جميلة ومع هذا أنتم كالسهل الممتنع تشرحون كل هذه التفاصيل بطريقة مبسطة إن شاء الله المتابعين استفادوا من هذه المعلومات التاريخية لم تكن مجرد كلام تمجيدي وحريون بنا أن نمجد هذا التاريخ وهذا البيان ولكن أعطينا أحداث تاريخية شروح من شخص متخصص أستاذ جامعي بدرجة أستاذ محاضر ألف تقريبا نتمنى ولك شهادة البروفيسورة قريبا إن شاء الله إذن بهذا الشرح البسيط ونحن نصل إلى نهاية هذا اللقاء الذي تكون نتمدى أن يكون أطول وأن تقدم أكثر شروحات ولكن للضرورة الإعلامية ساعة من الزمن ربما تكون يعني هو الوقت الأكثر متاح لمثل هذه الحصص أستاذ نبيل نحن نتحدث عن التاريخ لكن في نهاية المطاف ونحن نتحدث عن التاريخ نتحدث عن الحاضر ونستشرف المستقبل فهل لا يعني أعطيتمون وعلى الأقل وأنتم الأستاذ المحاضر في مجال التاريخ يعني ما يمكن أن يكون كإرشادات وتوضيحات ودروس نستخلصها لكل متابعينا سواء خاصة من الجيل الشابة ولعمم الجزائريين من هذا البيان موضوع الحدث وهو موضوع بيان أول نظام 54 ماذا يمكن أن نستفيد منه ونحن في سنة 2022 أول نظامبر 2022 الله ما يمكن أن نختم به حديثنا هذا الدكتور يوسف هو أنه لا بد دائما أنه مثل هذه الأحداث لا بد أن نجعل منها فرصة لأن نتصالح نحن مع تاريخنا لأن هذا التاريخ الذي نتكلم عنه رغم أنه إذا جئنا إلى الدراسة الأكاديمية الموضوعية التي يمكن أن تستوقفنا في بعض الجزئيات وبعض التفصيلات إلا أن ما يهمنا الآن في هذا التاريخ الذي عبرته بعبارة رمضان بوسبوبة أننا أثرياء بتجارب الماضي الشعب الجزائري والشاب الجزائري أو حتى المسؤول الجزائري لا يمكن أن يجد مشكلة قطو في أي مجال من المجالات لأن تاريخ الجزائري هو ثري ذلك التاريخ الذي عبر عليه أحد الجزائريين بأنه معنى ذلك أن الجزائر جميلة ومجاهدة ومقاومة معنى ذلك أن مثل الجمال والمقاومة موجودة في هذا الشعب وفي هذه البلدة وفي هذا البلد الطيب كنت منذ أشهر قد كتبت في أحد الصحف اليومية الجزائرية مع بعض الزملاء ما هي بعض الحلول التي نراها لتقريب التاريخ من الشعب وكذلك من الناشئة الجزائرية قلت لابد أن لا نستغرق في كثير من التفصيلات خاصة بالنسبة إلى الكتب المدرسية لكن يجب علينا أن نركز على بعض الأحداث لأن الجزائري لا يجب أن يغيب عليه ذلك أو تيك المبايعة لشاب صغير مثل الأمير عبدالقادر في سهل غريس ذلك الجزائري لابد أن لا تغيب عليه تيك الابتسامة العريضة للبطل العربي بن مهيدي وهو يساق إلى السجن ذلك الجزائري لابد أن لا تغيب عليه تيك الرسالة التي يبعث بها أحمد زابانا إلى أسرته في وهران ذلك الجزائري لابد أن لا تغيب عليه تيك التضحيات التي بذلها محمد بالوزداد والذي لم يكتب له حتى أن يعيش إلى 54 ومات في عمر الظهور شبا كيروز بمرض السلم وأنت مختص الدكتور يوسف وتعرف رحمه الله لأن السبب الذي أدى إلى وفاته هو ذلك الجهد الذي كان يبذله كان يكتب المناشير كان يلقي الخطب كان يتنقل إلى الشرق الجزائري أول سحنة سلاح جاءت كانت على يديه معنى ذلك أن محمد بالوزداد لابد أن يكون مثالا فقلت لابد أن تكون مثل هذه الأمثلة هي التي تحتويها مناهجنا التربوية هي التي تنقلها وسائلنا الإعلامية حتى نحبب هذا التاريخ لأبنائنا تاريخنا فيه الكثير من الصور والأمجاد التي يجب فقط أن نعرف كيف نوصلها إلى جيل اليوم الذي كما ذكرت فيه الكثير من الحب والذي فقط ينتظر وسيلة أو طريقة حتى يجعل منه وسيلة للنهوض بمستقبله والمستقبل الذي ينتظر الجزائر شكرا أستاذ نبيل شكرا لكل متابعينا وأنا أستسمحهم وأستسمحك أستاذ نبيل وأنت تتحدث عن دور التاريخ في الحاضر وفي المستقبل ربما قصة صغيرة ولكنها ذات عبار وعظات أنا شخصيا طبيب أمراض صدرية وككل العالم واجهنا جائحة من أسوأ ما يمكن أن تواجهها الأمم الدول في الموجة الثالثة الموجة الدلطة القاتلة رحم الله شهدائنا الأوائل في الثورة ورحم الله شهدائنا في الجائحة لما اشتد الحزن وكثرة الآلام والأحزان ورأيت أنه في عموم المواطنين وفي زملائي في المواجهين لهذه الأزمة الصحية الكبيرة جدا رأيت ربما تزعزو في نفسياتهم وضعف في نفسياتهم وهذا شيء طبيعي فكان يمكن أن نستعمل أي شيء لتشجيحهم ولدعمهم في هذه اللحظات الصعبة فلم أجد أكثر أفضل من صورة العربي بن مهيدي رحمة الله عليه بافتسامته الجميلة الرائعة التي نذكرها إلى اليوم فنشرتها واستعملتها وهو يواجه قاتليه وقد قمت بمسح صورة الذين سجنوه وعذبوه لأن التاريخ لا يذكرهم بل يذكر الأبطال مثل عربي بن مهيدي وأعتقد أن ردات الفعل حول تلك الصورة الجميلة التي عمرها أكثر من 68 سنة كانت ردات إيجابية من كل الذين قرأوها وتابعوها أعتقد أن التاريخ هو تاريخ ولكنه يصنع الحاضر ويصنع المستقبل استشريخ نبيل سعادة دائماً هنا في مركز شهاب باستقبلكم هذه المرة ومرات قادمة إن شاء الله أنتم كل أهل التاريخ هي دعوة مفتوحة لكل أستذة التاريخ الذين يرغبون بتقديم موضوعات في هذا المجال أن يتصلوا بنا نحن أهلاً وسهلاً بهم التاريخ حاضر وواقع ومستقبل إن شاء الله وإن شاء الله نلقاك في ظروف أفضل والجزائر أفضل متابعينا على مختلف منصاتنا شكراً على اهتمامكم شكراً على مشاركاتكم واصلوا متابعة نشاطات مركز الشهاب إن شاء الله ولن تعدموا الفائدة ولن تعدموا المتعة نوفمبر يعيش بنا وفينا وكل يوم نحن نعيش مع نوفمبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم